لثمانية وعشرين عاماً ارتبطت حياة الكابتن فهد عبد الكريم الشهير بفهد الصنصوني بالرياضة تقلد فيها العديد من المناصب ابتدأ فيها لاعباً في نادي الميناء ثم مدرباً لشباب المنصورة وحالياً مديراً لبلعب الفقيد العلواني في العاصمة المؤقتة عدن وضع البلاد هذا الآن حالياً لازم أن الشباب اتجاه للرياضة لأنه معنا حالتين يا الرياضة يتجاه الخط الثاني اللي هو القات والحبوب والأماكن اللي مش مرقوبة فيها بالخالص والرياضة هي توقيك من الأمور هذه كامل استاد الفقيد العلواني الكائن في مديرية المنصورة اكتسب أهمية مضاعفة عقب استضافة اليمن لبطولة خليجي عشرين قبل تسعة أعوام حيث أقيمت فيه العديد من تدريبات المنتخبات المشاركة وبالرغم من أن أرضه لا زالت مهيئة لاستقبال اللاعبين وإقامة الأنشطة الرياضية فيه واستقطاب العديد من فئات المجتمع في صفوف الجمهور إلا أن شح الإمكانيات وغياب الدعم أدى إلى التراجع في أغلب الأنشطة الرياضية ما تمشي أي حاجة إلا في لازم تكون فيها ميزانية خاصة تشغيلية بإي موضوع كان لازم تكون فيه أمور مادية ليس ثمة ما يشتذب الشباب أكثر من الرياضة لكن تجاهل جهة المعنية لهذه الأنشطة الرياضية دفعهم للعزوف عنها بعد أن صاروا يفتقرون لمقويمات الاستمرار حنين جمال بالقيس عدم اشتركوا في القناة